ينضم إلينا من الجزائر كريم مقندولي مراسل الغد إذن هي جهود لحل الأزمة الليبية كريم ماذا عن أجندة هذه الزيارة وأبرز المسؤولين الذين سيقابلهم عقيلة صالح نعم سينار يعني بعدما رفضت ربما سلطات جزائرية الإعلان عن هذه الزيارة وتأخرت إلى هذا الوقت بالذات بالرغم من تحدث مصادر ليبية عن زيارة عقيلة صالح لجزائر لكن هي وزارة الخارجية تصدر بيانا رسميا تؤكد فيه شروع عقيلة صالح رئيس المجلس النواب الليبي في زيارة إلى الجزائر أول شيء لابد أن يأخذ من هذه الزيارة أنها جاءت بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون الذي للمفارقة فقط بالأمس كان يؤكد على ضرورة القيام أو اللجوء إلى الحل السلمي في ليبيا بعيدا عن لغة الرصاص والحرب وبالتالي هذه الجهود متواصلة الرئيس تبون من خلال ما تم التطرق إليه أمس أكد بأن مبادرة الجزائر للسعي للوسطة بين الفرقاء الليبيين سواء كانت حكومة فيز السراج أو الجيش الوطني الليبي لازالت قائمة والجزائر تقف على مقربة ومسافة واحدة مع كل الفرقاء الليبيين اليوم حل عقل صالح في الجزائر من أجل التشاور والتباحث وكان في استقباله أولا رئيس المجلس الشعب الوطني سليمان شنين وكذا وزير الخارجية الجزائري صبري أبو قدوم قبل أن يتوجه بعد تقريبا دقائق أو ساعة من الآن إلى مقر رئاسة للتشاور واستقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون وبالمؤكد بأن الطرح واليد لا تزال ممدودة من الجزائر نحو هذا الحل الليبي الليبي بعيدا عن كل أوجه التدخل الأجنبي الرئيس عبد المجيد تبون سيحاول تقريبا وجهات النظر وتدليل الصعوبات خاصة وأن ربما المشاكل طغت بشكل مباشر والتدخلات الأجنبية ربما أبعدت الفرقاء الليبيين بشكل أكبر وبالتالي عليه الآن مهمة صعبة من أجل أن يقنع أولا الطرف المتعلق بالجيش الوطني الليبي بضرورة الجنوح إلى السلم أولا وبعدها أيضا ضرورة الجنوح الطرف الآخر وهو حكومة فيز السراج رغم أن الجزائر تؤكد دائما على لسان وزير خارجيتها بأن المشكل أكبر من طرفين متنازعين إنما هناك العديد من الأطراف الأخرى ربما تملك الجزائر معلومات إضافية في هذا الملف وترى نفسها بأنها ربما لا يوجد أكبر منها من حيث ربما أن يصل إلى حل في القضية الليبية لسيما وأنها مرت بتجربة مماثلة في الحرب الأهلية والعشرية السوداء واكتوت بهذه النار جيدا ومن خلال تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون أمس قال إنه مهما طال الأمد ومهما بلغت ربما الحرب مبالغها لكنهم في الأخير سيجنحون إلى طاولة المفاوضات فلما يذهبون إلى الحرب بالتالي البداية من حيث ربما ستكون نهاية بالمفاوضات والسلم أحسن بكثير للإخوة الليبيين بالتأكيد كريم قندولي مراسل الغد من الجزائر شكرا لك اشتركوا في القناة